ينضم إلينا من تل أبيب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عفر جندلمان إذن سيد عفر بعد تحية أولا كيف تنظرون إلى هذه الاتفاقية وما قد يتبعها مع اتفاقات لعودة العلاقات الطبيعية مع إسرائيل وبعض أدول العربية والإسلامية بالتأكيد هذا هو إنجاز عظيم يوم تاريخي عهد جديد صفحة جديدة في العلاقات الإسرائيلية العربية هذه أول اتفاقية سلام يتم تواصل إليها بين إسرائيل ودولة عربية منذ 25 عاما وتم تحقيق ذلك بفادي الجهود الكبيرة التي بدلها رئيس الوزراء نتنيا وحيال العالم العربي حيث عمل جاهدا على تعزيز مكانة إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية العربية ورأينا ثمار هذه الجهود أمس من خلال الإعلان عن إقامة علاقة دبلوماسية بيننا وبين الإمارات الشعب الإسرائيلي أجمع يرحب بهذا الإنجاز وبهذه الاتفاقية تم إنارة أو إضاعة مبنى بلدية الأبيب أمس بألوان العالم الإماراتي احتفالا بهذا الإنجاز وبهذه الاتفاقية ونحن نتطلع طبعا إلى المراسم التي ستقام في البيت الأبيض لتوقيع على هذه الاتفاقية وطبعا لتوصية رقة العلاقات بيننا وبين الإمارات وبالتأكيد يوم صعيد جدا سيد عثير على الأرض في أعقاب توقيع هذه الاتفاقية بين البلدين برعاية أمريكية ما هي الخطوات اللاحقة؟ كيف يتم تفعيل ذلك على الأرض؟ نعم ستكون هناك تسلات بين الطرفين لتحديد الوسائل ولتحديد الخطوات المفصلة التي سيتم القيام بها سيكون هناك تعاون مع الإمارات في جميع المجالات في التب وفي الغلوم وفي السياحة سيتم القيام أيضا بعمل مشترك لإيجاد لخاح لجائحة الكورونا وكلنا نعاني من هذه الجائحة في هذه المنطقة وأعتقد بأنه جميع شعوب المنطقة ولسيما الشعبين الإسرائيل والإمارات سوف تستفيد من هذه الجهود وهذا التعاون طبعا سيكون هناك تابع كبير وعلني لهذه الاتصالات ولهذه العلاقات وأريد أن أذكر بأن الرئيس الوزران تنياو وخاصة المسؤولون الأمريكيون قالوا أمس بأنه ستكون هناك دول أخرى ستنضام إلى دائرة السلام مع إسرائيل هذه بشرة سرة جدا لكل من يدعم السلام والأمان والاستقرار والازدهار في هذه المنطقة وأعتقد بأنه كل من حلم بمستقبل جديد وبمستقبل أفضل يرى بوادر هذا المستقبل أمس واليوم بالحديث عن الدول الأخرى التي يتم التداول عنها بقرب انضمامها إلى تفقيات سلام أخرى هناك تقارير تتحدث عن البحرين وسلطنة عمان بالإضافة إلى السودان هل من تأكيدات أو نفي؟ هناك تكونات وتخمينات أنا أتحدث فقط باسم دولة إسرائيل طيب أعود مرة أخرى إلى اتفاقية السلام ودعني أتحدث سيد عفيري يعني اتفاق السلام الذي أبرم ما بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل كيف يسهم في إرساء السلام في المنطقة من ناحية وفي ضحض الخطر الإيراني من ناحية أخرى أولا هذه ركيزة السلمية هي ركيزة أساسية في ترصيخ الأمان والسلام والاستقرار في المنطقة وكلما ازدادت العلاقات السلمية في هذه المنطقة هذا طبعا يعزز الأمن الجماعي وفي نهاية المطاف نحن نواجه نفس التحديات ونفس المشاكل سواء كانت أمنية أو دبلوماسية وسياسية وإقتصادية وما إلى ذلك وبطبيعة الحال نحن نريد أن نجد شركاء للعمل معا من أجل إيجاد حلول لهذه التحديات ولهذه المشاكل إيران تشكل خطرا كبيرا على جميع دول المنطقة هذا ليس سرا يعني يوجد إجماع في هذه المنطقة على الخطورة التي يمثلها النظام الإيراني الذي يسعى لتدمير هذه المنطقة النظام الإيراني يحتال الآن أربع واسم عربية ونحن ننظر ببالغ الخطورة إلى هذه الجهود الإيرانية المزعزعة للاستقرار وهذا طبعا قربة كما قال الرئيس الوزران أكثر مما قربة جدا بين سريعا سيد عفيري دولة إسرائيل تحارب بالفعل المد الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وكذلك تفعل دول الخليج ومن بينها الإمارات العربية المتحدة كيف يسهم التعاون في تقوية الدفاعات أنا طبعا لا أستطيع أن أدخل بالتفصيل إلى هذه القضية أستطيع أن أقول فقط بأن إسرائيل تتعامل بكل جدية مع المحاولات الإيرانية لتموضع عسكريا في السورية إيران تعمل ضدنا من سوريا ومن أماكن أخرى في هذه المنطقة لها ميليشيات موالية في إيران وفي قطاع غزة وفي أماكن أخرى ونحن أثبتنا بأننا قادرين تماما على مجابهة مواجهة إيران لدينا قدرات دفعية وهجومية هائلة ونحن لا نتردد باستعمالها أعتقد بأنه كل من يريد أن يدعم السلام والأمان والاستقرار في هذه المنطقة أولا يجب أن يدين التصرفات الإيرانية ومن ناحية ثانية يجب أن يدعم هذه الاتفاقية التاريخية ومن ندد بهذه الاتفاقية أثبت بأنه ضد السلام وضد الأمان وضد الاستقرار شكرا لضيفي الكريم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عفير جندلمان كنت معنا مباشرة من تل أبيب ترجمة نانسي قنقر